مهم عموما ندى مع قرب موسم الحج صراحة الجهود اللي بتقوم بها الجهات المعنية جميعها يمكن يعني آخر خبر قرأنا بخصوص هذا الموضوع واللي بدأ اليوم تحديدا تنفيذ التعليمات المنظمة للحج واللي طبعا تشمل حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على التصريح من الجهات المختصة وأكيد رح يتم إعادة المركبات أو حتى المقيمين اللي ما طلعوا تصريح الدخول يعني أنا شخصيا ندى أشوف أنه هذه من أهم الخطوات التنظيمية يعني خلينا أقول لك كده سالفة بسيطة أقول لك كيف سبحان الله يعني كنا أنا وبنتي منتكلم تقول لش لازم أطلع التصريح لمن أبغى حج فحبت سؤالها فقعدت أشرح لها أهمية التصريح فهي بتقول لك طب أنا يعني السعودية وعيشها في السعودية ليه ما أقدر أروح أحج في أي وقت فقعدت أقول لها على الأعداد المليونية للناس اللي جايين من برة وكنا بنقول أنه مهم جدا أنه إحنا نضمن سلامتهم صحتهم أكلهم شربهم نومهم خدمتهم بشكل جيد أنهم يخرجوا من هذه التجربة بأفضل طريقة يعني العدد لا قوة إلا بالله مو بسيط والجهود اللي بتقوم بها السعودية بالجهات المعنية المختلفة برضها جهود كبيرة فالتنظيم هو أساس اللي رح يكون من وراء هذا الناتج إنهم ضيوف الرحمن من ما كانوا من مقيمين من طبعا مواطنين من زوار يخرجوا بهذه الفترة بأفضل تجربة أكيد طبعا وقولي آمين آمين الله يكتب لنا حجة إن شاء الله يا رب إن شاء الله السنة الجاية ما تكون فيه سيدتي ونطلع من حجة يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله